بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات الخولنجان أو الخولنجان وباللهجة المغربية الخدنجان هو نبات عشبي معمر يصل ارتفاعه إلى حوالي مترين أوراقه كبيرة ذو أزهار بيضاء وحمراء يمتاز الخلنجان الصغير برائحته العذبة يوجد من الخلنجان عدة أنواع مثل الخلنجان الصغير أو ما يعرف بالعيني أو عرق الهيل والخلنجان الأبيض والخلنجان الكبير أو الأحمر وهناك أنواع أخرى تستعمل فقط للزينة لجمال أزهارها واستدامة قضرتها وبعض من هذه الأنواع يصنع منه ورق للكتابة والبعض الآخر تأكل سيقانه أو تطبخ والخلنجان الصغير الذي يعرف علميا هو النوع الطبي ويسمى الخلنجان الطبي وهو ما سنتكلم عنه الآن ويستعمل في شكل دواء سواء كان مجفف أو طازج كان يستخدم قديما كعلف للأحصنة لزيادة حرارتها وقوتها ويغلى مع الحليب لعلاج السعال والبرد ويعيد قوة الشباب وتقوية القدرة الجنسية وبه مواد مضادة للأكسدة فاصل ونواصل سنذكر بعض الخواص الطبية لنبات الخولنجان أنه طارد للغازات فاتح للشهية مهضم للطعام فاتح للمسام مدفئ للجسم مقوي للمعدة مضاد للالتهابات مقشع مقوي للأعصاب مقوي للقدرة الجنسية ملطف لقروح الفم مضاد للجراسيم ومعالج للنسيان ومفرح ومنعش للنفس أيضا مضاد للفطريات ومقوي للأنسجة وأما الأمراض التي يعالجها الخولنجان هي التهاب المفاصل والروماتيزم وعرق النسى وآلام الظهر أيضا أوجاع البطن والقولون ويعالج آلام المعدة والتخمة والإسهال والقي أيضا يعالج عسر الهضم والتخلص من الغازات عن طريق نقع ملعقة صغيرة من مطحون الجذور في كأس ماء مغري لمدة 10 دقائق ويشرب فنجان واحد يوميا طبعا فنجان شاي ولزيادة القدرة الجنسية أيضا نفس المشروف أما للسعال والبرد والزكام وذلك باستنشاق بخار مطحون النبات في الماء الساخن يعني حمام بخار ويعالج التهاب اللثة والحلق والأسنان ودوار البحر والجمرة والإجهاد والخمول والكسل وآلام الكلة والطريقة المثلة للاستفادة من الخلنجان والتي ذكرها داود الإنطاقي في كتابه فقال الخلنجان فيه سر عظيم معجون يقوّل جسم ويعالج النسيان ويفتح قريحة المخ ويفرح النفس وينعشها والمكونات هي 100 جرام زنجبيل مطحون طبعا زنجبيل ناشف 100 جرام فستق مطحون طبعا فستق حلبي أو فستق بستاش أو عادي زائد 50 جرام خولنجان مطحون زائد 50 جرام حب سوداء مطحونة أيضا عسل نحل يطبخ عسل النحل على نار هادئة وتنزع رغوته ثم تضاف الأشياء السابقة وتقلب جيدا حتى تعقد كالحلوة وتعبأ فيه برطبان زجاج وتؤكل منه ملعقة بعد الإفطار وملعقة بعد العشاء يوميا وبعضهم يلجأ إلى عمل سكاكر أو حلوة ومن محاذير استخدامه يمنع استعماله من قبل المرء الحامل وادعواتنا للجميع بالصحة ورحت البال نعتز بوجودكم وبرأيكم دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله